واحترامكم لحرمة المتوفي احمد رفعت كلنا دايما هنجيب سيرة احمد كل ما لا ارحمه كل ما تتاح الفرصة ان احنا نجيب سيرة احمد هنجيب سيرة احمد دلوقتي او النهاردة كان العزة بتاعه احمد مصر كلها موجودة الحقيقة في العزة كل الناس عايزة تبقى توقف مع احمد وتدعيله او توقف مع اهل احمد وتدعيلهم وكل حاجة لكن واعذروني في هذه الكلمة ارجو من الجميع ان كل الناس تسكت سكتوا يا جماعة بقى بجد حرام عليكم الولد الولد يعني الله ارحمه بجد سكتوا سكتوا يا جماعة اللي بيتكلم انا مش بكلم حد انا بتكلم بشكل عام جماعة من فضلكوا سكتوا وخلونا ننتظر لحضراتكم معلومة معلومة من يعني الناس كلها عايزة تعملها فاللي بقوله لحضراتكم انه لن يسكت احد على حق هذا الرجل او هذا الشاب التلاتين ولا الواحد تلاتين سنة اللي مأثر فينا كلنا ومخلينا كلنا كل ما كل ما الواحد بيبص على الصورة والله انا ببقى عايز اعيط من كتر ما انا احمد ما كانش من المقربين مني يمكن الفترة الاخيرة بس قبل وفاته كنت بكلمه كتير بسبب ظروف المتشابهة يعني بينه وبينه في العملية فكنت بتكلم معاه قوله اعمل واحد اتنين تلاتة وما تضغطش على نفسك في كده وما تعملش هنا كده وما تعملش هنا كده ده اللي كنت بتكلم معاه فيه ولكن فلان غلطان علان غلطان والله هتصهر صدقوني وبعدين صدقوني ربنا ما بيسبش حد اتظلم مهما كان ظروفه ومهما كان اموره صدقوني ولو بعد حين فانا ارجو من الجميع ان هما يا جماعة من فضلكوا سكوتوا سيبوا الراجل يعني الراجل تواف الواجل بين ايد ربنا محدش يتكلم عنه محدش يتكلم عن نفسه خلينا ننتظر نتيجة التحقيقات ولو او نتيجة اللجنة المشكلة من قبل لوزارة الشباب والرياض وخلينا ننتظر ان احمد يبقى بصص لنا من فوق ان شاء الله من الجنة يعني وهو على الاقل سعيد بالنسرته دايما لما بتيجي كلنا بنبقى مبسوطين كل ناس بتبقى مبسوطة بسيرة هذا الرجل او هذا الشاب الجميل المحترم الله يرحمه اتمنى من الجميع من فضل حضراتكم اسكتوا سيبوا الرجل يتهنى في مماته راعوا قسرته اللي بيدافع واللي بيهاجم انا معرفش مين ما اتكلمش على حد بعينه ولكن الكل اتمنى من الكل انه يسكت ويسيب لجنة التحقيقات اللي والله لن تسكت على اي حاجة وده يعني انا بقول لحضراتكم معلومة وانا شخصيا بتابع كل يوم اللي بيحصل كل يوم لا اسباب كتير احباقولها في وقتها لكن اللي بقوله لحضراتكم ارجوكم ارجوكم ادعوله ادعوله بس لانه هو لا يطلب حاجة الا الدعاء دلوقتي او ما فيش حاجة بتوصله كمان غير الدعاء ان ربنا يثبته عند السؤال طالع ده يتكلم عليه هنا وده يقول هنا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا والموزيع الفلان يقول كذا والاعلام الفلان يقول كذا واللي هنا حرام عليكم الله يا جماعة والله انا الحقيقة في مثل هذه الامور انا بحترم النادي الاهلي جدا 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 لانه البقاء والدوام لله في احمد وكلنا في حاجات كتيرة جدا جدا بتتعمل بس مش لازم نطلع نقولها مش لازم نطلع نقول لحضراتكم ان في ناس كتيرة جدا بتسأل على او كلها دور في ان اللجنة دي تحصل مش هقولكم منين ولا فين الا لما يسمح لي منهم شخصيا ان انا اقول هم مين فمحدش هيسكوا تصدقوني ولكن ان انا اطلع هنا واتكلم واطلع هنا اتكلم والاعلام ده يقول كذا والاعلام الفلان يقول كذا وده يطلع كذا وكلكم كويسين وكلكم ابطال انتظروا بس اسكتوا اسكتوا شوية لغاية لما نوصل ان شاء الله ان شاء الله نصل للحقيقة او اللجنة تصل للحقيقة ويتم اعلانها على الملأ وعلى كل قدام كل الناس وساعتها فقط واحمد كده كده بالمناسبة وقاعد فوقه بيتفرج علينا وعلى اللي بيحصل كل اللي بيقوله لكم وزي ما احنا شوفنا او قرينا في القرآن وسمعنا احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه الدعاء فقط هو اللي بيوصل لأحمد دلوقتي او الدعاء وولده ان صالح يدعو له وهو ما كانش بتجوز فعشان كده بقولكوا دعوله ان ربنا يثبته خلال هذه الفترة فترة السؤال الله يرحمك يا احمد انا متأكد ان وفاة احمد عاملة هزة كبيرة جدا جدا في قلوب ناس كتير جدا 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 الله يرحمه الله يرحمه كان شخصية محترمة جدا 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 الله يرحمك يا احمد